في عربي بوست الاتحاد الأوروبي يجمد التعاون مع الشرطة الإسرائيلية صحيفة بروكسل متخوفة من حكومة نيتينياهو قالت صحيفة عبرية إن الاتحاد الأوروبي جمد التعاون مع الشرطة الإسرائيلية على خلفية مخاوف من سياسة الحكومة المرتقبة التي من المنتظر أن تضم وزراء من اليمين المتطرف الإسرائيلي وفق ما ذكرته وكالة الأنضول الأربعة السابع من ديسمبر وفي شهر سبتمبر أيلول الماضي وقع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل مسودة اتفاق لتحسين نقل المعلومات الاستخباراتية بين تل أبيب ودول الاتحاد بهدف إحباط الجريمة والإرهاب إلا أنه يحتاج الآن إلى موافقة من البرلمان الأوروبي فقد نقلت صحيفة هاريتس الثلاثة عن مصدر مطلع في تل أبيب لم تسمها أن الاتحاد أبلغ السفير الإسرائيلي لديه حايم ريغيف أنه في الوقت الحالي ستوقف عن الترويج لمسودة اتفاق للتعاون الاستخباراتي بين الشرطة الإسرائيلية ووكالة الشرطة الأوروبية يوروبول وفق الصحيفة تم تسليم ريغيف إعلان تعليق الاتفاق الجمعة الماضي وقال مسؤولون إسرائيليون للصحيفة إن القرار هو أول إشارة أوروبية على أن التغيير في السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية سيؤدي إلى الإضرار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بحسب أحد المسؤولين هناك ضغط في أوروبا للتقليل من التسامح تجاه إسرائيل الآن بعد تغيير الحكومة فيما تم تقديم مسودة اتفاق التنسيق مع الشرطة الإسرائيلية والموقعة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي بعد إعلان نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي جرت مطلع نوفمبر تشرين الماضي ترجمة نانسي قنقر